إذا رفع رعسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد فيحمد الله عز وجل حمدا هذا قدره وهذا سفته حمدا يملأ العالم العلوي والسفلية وما بينهما يملأ العالم العلوي والسفلية والفضاء الذي بينهما فالله سبحانه وتعالى هو المحمود في الوجود كلها وفي الكون كلها ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أي وملأ ما يخلق الله عز وجل من مخلوقات لم يخلقها الآن وسيخلقها أي ملأ الموجود وملأ ما يوجد ثم يقول أهل الثناء والمجد أي أنت يا الله أنت الذي تستحق الثناء وتستحق التمجيد والتعظيم والتحميد فأنت أحق بذلك فالله سبحانه وتعالى أحق بالمدح وأحق بالثناء وأحق بالتعظيم والتبجيل كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح في دعواته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من أقوبتك وبك منك لا أحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه وحمد نفسه وعظم نفسه في خلقه وشرعه وحكمه كما أثنى عليه عباده المؤمنون في كل أمورهم أثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه كما في آيات كثيرة من كتاب الله فأول سورة في المصحف الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقالوا الحمد لله الذي حدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وهكذا في آيات كثيرة لا تحسى فيها حمد الله عز وجل لنفسه وفيها حمد عباده المؤمنين له عز وجل فهو أولى بالثناء من غيره وثناؤه لا يحسيه العبد لا أحسي ثناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك أهل الثناء والمجل أحق ما قال العبد أي فهذا التحميد وهذا التمجيد والتبجيل هو أحق ما يقوله العبد هو أحق وأعظم وأفضل كلمة ينطق بها العبد وأعظم كلمة يتكلم بها العبد وكلنا لك عبد فهذا اعتراف بأن العبودية لجميع الخلق لله عز وجل فكل المخلوقين عباد الله عز وجل معبدون لله مذللون له فهم تحت سلطانه وحكمه وقهره وهو القاهر فوق عباده فالله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده كلهم فكلهم عبيد لله فهم خلقه وملكه وهو الذي يتصرف في شؤونه فلا خالق لهم إلا هو ولا رازق لهم إلا هو ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فهذا فيه إقرار واعتراف بتفرُّد الله عز وجل بالإعطاء والمنع والقبض والبسط والرفع والخفط فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى عبده شيئاً فلا أحد يستطيء أن يمنعه ذلك وإذا منأ عبده شيئاً فلا أحد يستطيء أن يعطيه ذلك فإذا أراد الله سبحانه وتعالى لعباده الخير والنعمة أراد لهم الصحة والرزق والعافية والأمن والأمان فلا أحد يستطيء أن يمنع وقوء ذلك وكذلك إذا أراد بهم النقمة والبلاء والشر فلا أحد يستطيء أن يمنع وقوء ذلك وإن يمسسك الله بذرٍ فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخيرٍ فهو على كل شيءٍ قدير وإن يمسسك الله بذرٍ فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخيرٍ فلا رادَّ لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز وهو الغفور وهو العزيز الحكيم فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيه فإذا تقرر في قلب الإنسان هذا المعنى استراح من كل شيء فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه رفعت الأقلام وجفت الصحف لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ولا ينفع الإنسان أو لا ينفع بني الإنسان جدودهم ولا يخلِّسهم من عذاب الله لا يخلِّسهم جدودهم أي حظوظهم من المال والرزق والجاح والرئاسة والملك لا ينفعهم ذلك عند الله سبحانه وتعالى ولا يُدنيهم من كرامتهم فالعطاء والمنع ليس ليس ذلك علامةً على محبة الله لعبده أو ألا إهانة الله لعبده فلذلك قال تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً كلا فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك علامةً ودليلاً على المحبة أو على أكسها فحظوظ الإنسان فحظوظ الناس من رئاسة وملك وجاه ورفعة كل ذلك لا يُدنيهم من الله عز وجل ولا يُكرِّمهم من وإنما يُدنيهم من ذلك من الله عز وجل طاعتهم لله سبحانه وتعالى واتباو أوامره فلتسقر في قلوبنا عباد الله هذه المعاني ونستحذرها دائماً فإن الأمور ستكون عندنا يسيرةً مهما جلت ومهما عظمت أقول ما تسمعون أستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العلي العظيم الجليل أستغفر الله العلي العظيم الجليل أستغفر الله العلي العظيم الجليل أستغفر الله العظيم الجليل أستغفر الله العظيم الجليل أستغفر الله العظيم الجليل أستغفر الله العظيم الجليل يتغفر الله العظيم الجليل أستغفر الله عظيم الجليل فإنه كما يقول العبد وأن الشيلي مفي تشين كذلك طابعاوة وكلنا لك عبد دكاً أمكم باينكاً اللهم لا ماناء لما أعطيت يألا باب من هنا أبنتك باير ولا معطي لما منعت بابكم بايرد أبنتك هنا وَلَا يَنْفَعُذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ دِكَّنْ وَنِي مِي وَدَاتَهْ مِي مَتْعِي مَتْعِي سَبَذَيْا أَمْ قَانِيشَ وَنَا هَدِيثِ دَوَانًا الدُّعَ دَعَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ 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 اِكِي دَكِرَالِي دَيكِ وَأُبَنِّي جَنْسَبَيْي وَأَبْنِي جَنْسَبَيْهُ عَلَيْهُ 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 عَ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر إِلَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ أَبِنَّا اللَّهِ زَيْهِ بُولْا وَمُتَانِي نَرَحْمَةً بَابُهُ إِا لِكِشِ بابُهُ إِا لِكَ وَنَرْحَمَةً وَمَا يُمْسِكَ أَبِنَّاكُ مَزِيرٌ لِكِ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْبَعْدِي بابا انداء إساء سكوانةً ابوه الله سبحانه وتعالى شكرا تسرر فينا بها دوانا أبوال أحنان سيدي إذا باوا مؤمن إذن لدينا جموانا أرانسا فياهم تأرأي واسا بذلك قولة فرانسا قولي قولة وسو يدكا جنسام شكورشن سينا حنان سبا لو كاكا ساكوكا ستنا حنان سو ونزي سايبا إيمانا سا جلالة دنگن تكسد الله سبود السور بزيوان نبا سبود ياسا ناسي رقوة مكرقة رقوة تناغ أحنان الله سبحانه وتعالى الخيري قباطينا أحنان سبيادك الخير الحيري دوكينا أحنان الله له مقاليل السماوات والأرض تسكوكا سميادك أسدو أحنان ساستي بابو ونوان دي إسيحنا أبند الله ينفم باش بابو كبوان دي إسيحنا إباش أبند الله يباش نبينا قيرو إل أباس اكتشي مسا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك كسني أبند دويا سأميك بابو تيد زيكسكوليمك حكا الله يرمت زيكسكوليمك بابو يد زيكسكوليمك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنكو أي زيكسكوليمك تودام تشبزي ساميك رفعات الأقلام أن أوكي الكلمة أن تغى الكلمة وجفة الصحف تكدو سبوشي أربو تقومي قومي قومي نقدر كتب الله مقادير الخلق قملا خلق السماوات والأرض من خمسمائة سنة كافن هللت تسميه كثيرا لأن الله يربو تقومي بابو ذلك هلرتو دوانا أذو تيسا ترالي واس ذات زيكسكين سوء بزي سوء دوغنزما ني أبند نكيف لا والله يتجب أن يكون أبند يتجب أن يكون أبند يتجب أن يكون أبند تتجب أن يكون تأثيرا على أن يكون أساسا مسلمي بإمان سدق وغير لنا بإعادة الله نسوة كيوة الله أحيانا ما سيناديه من الواجهة ويكون جذب بأسهل في عدد سورو و لكن من يرسل وعادة الذي يتكلم ولكن لا تتعلمون مع الكوبة ، ولكن لخلص مدر Indeed ومن هناك اختراف نظام ولكن لخلص مدرد فنحة السبب لأنهالى لأن الله فقط إخوة خلص مدرسا أمان تحصلوا إلى الشيئ ومن هناك شهافت نظر السبب لكن يوضع كل شيئ ومن أن يكون هذا السبب عندما كان يكون مدرساً ستكون في الحكيم ايضا ، ستكون هناك كنه هناك ما يجعل لك كل ذلك الحكيم يجعل لك مستور جلس سيكون الحكيم لك ، بل المسلم عندما وسلم أن أهرب لو كان المتحدث ستكون الأمر ستكون الأمر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا القُلُوبُهُمْ لأن أن يكون الإيمان صفحيًا سأر بخير إنه إضافة الإيمان من يتحق recole مستعدتنا كما تبدأ هنا، يأخذ معاً من يتحق أسبوع ليس فقط من يكان التجان من يتحق شكراً سمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك فمن الإلقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأفسارنا وقواتنا أبداً ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانسرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم سلي على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانه ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين